ستة أسابيع انقضت واتفاقية ستوك هولم تراوح بين الانتكاسة والإخفاق تحالف دعم الشرعية وفي موقف يجدد التمسك باتفاقية ستوك هولم أعرب عن استعداده لإعادة الانتشار في الحديدة وفق ما نصت عليه بنود السويد لكنه في الوقت نفسه ولإغلاق الباب على أي محاولة لاستغلال الخطوة من الحوثيين حذر من مغبة إقدام الميليشيات على ارتكاب انتهاكات أو تهديد الملاحة في البحر الأحمر التحالف أشار في هذا السياق إلى أن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات دعم الشرعية تنسجم مع مبدأ الدفاع عن النفس وفقاً للمدة الحديث والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة كما يبذل قائد فريق المراقبين الدوليين في الحديدة مايكل وليسجارد مساع حثيثة لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ بنود الحديدة عبر تذكير الحوثيين دون تسمياتهم بأن اهتمام المجتمع الدولي منصب على الحديدة حتى التوصل إلى نتائج ملموسة على الأرض وليس في النصوص أو النوايا نتائج من شأنها ضمان تطبيق بنود ستوكهولم ويسابق لليسجارد الوقت بانتظار يوم الاثنين المقبل حيث من المرتقب أن تبسط الخريطة اليمنية ومدينة الحديدة وموانئها تحديداً على طاولة أعضاء مجلس الأمن الدولي طلعت موسى العربية ترجمة نانسي قنقر